اغتيالات متتالية في محافظة البصرة ضد من وقف يهتف منددا بفساد الاحزاب الحاكمة فصوت الرصاص وان كان خافتا بفعل كواتم الاغتيال الميليشياوية الا انه كان اشبه بضجيج وسط الصمت الحكومي والامني زاء ما يحدث في هذه المحافظة اربعة ناشطين في التظاهرات قتلوا في غضون عشرة ايام فقط اخر صوت مناهض للفساد الحكومي وتسلط احزاب العملية السياسية تم اسكاته في وضح النهار هو صوت الدكتورة سعاد حبيب العلي بهذه الطريقة وسبق اغتيال العلي كل من نعيم الراشد في قضاء الزبير واسامة دغمان وعبد الوهاب حمدان في قضاء ابي الخصيب بنيران مسلحين مجهولين اعلاميا ومعلومين شعبيا مقتل الناشطين الاربعة يأتي ضمن مسلسل استهداف المتظاهرين والحقوقيين المؤيدين للاحتجاجات منذ انطلاقها في وسط وجنوبي العراق مطلع تموز الماضي وهو الشهر الذي شهد اغتيال محام الدفاع عن متظاهري البصرة جبار عبد الكريم على يد مسلحين امام مركز شرطة الهادي لكن موجة الاغتيالات والخطف والتغييب القسري بدأت تتضاعف منذ ان اضرمت النيران في مقر قنصلية ايران في البصرة وعدد من مقرات الاحزاب الحاكمة وميليشياتها مصادر صحفية في البصرة اكدت ان ميليشيات العصائب والكتائب والنجباء تسلموا قوائم تصفية من القنصلية الايرانية في البصرة بعد اعادة افتتاحها تضم عددا كبيرا من النشطاء في سيناريو مشابه لذلك الذي استهدف علماء العراق وكفاءاته ونخبه المجتمعية بعد عام 2003 على يد نفس الميليشيات وبدلا عن توفير الخدمات البلدية الاساسية وتوفير فرص العمل ومحاسبة الفاسدين والمتورطين بالدم العراقي كان الرد على تظاهرات البصرة ومقتل خمسة وعشرين متظاهرا على الاقل وخطف وتغييب العشرات منهم وتجاهل مطالب الباقين والقائمة تطول